أهلا بكم كلكم عاونتوا طيبين وطبعا أكيد نهار دا حوار شديد لإمتاع الحقيقة الرابط بين الأحداث بالنسبة لصحة الناس لازم يكون في دماغ كل دكتور وفي دماغ كمان كل عائلة استقافة دي صعبة مش سهلة إن انت تربط أحداث معينة مع بعضها يعني بنت تعاني من سمها تعاني من زيادة شعر فوشها وفي جسمها تعاني من اتراب في الدورة الشهرية تعاني من زيادة في ضغط الدم تعاني من إنه مستوى أو مقاس الوسط ومقاس الخصر كبير فده كله يخليني أبدأ أربط الأحداث إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في ثقافتنا في عقولنا المصري إن إحنا بناخد كل حدث لوحده وعلى حسب بقى على حسب إيه على حسب أنا بقى من إيه أكتر أو بكره إيه أكتر يعني في المجموعة اللي أنا قلتها ممكن العائلة ماما والبابا كل اللي يهمهم في مشاكل البنت إنها تخنت كل اللي بعد كده مش بيتكلموا عنهم عائلة تانية كل اللي قلقهم وبخوفهم ودول بيجوا كده في الأيادات إنه في شعر في الوش فده في ثقافة هذه العيلة إن شعر في الوش ده حاجة خطر في بنت كويس ده حلو ده كويس جدا في عائلة تالتة ولا ده ولا ده همهم خالص العائلة يعني المشاكل دي كومن فيها جدا اللي شغله من البنت هتتجوز والدورة ما جات لهاش لغاية دلوقتي ثقافة التقطيع عندنا كتير جدا تقطيع يعني إيه إن أنا بص للمشكلة من وجه واحد إن أنا هي دي اللي تهمني زي بالزبط مثلا يعني فأمراض كتيرة مثلا السكر ناس كتيرة أو كل اللي شغلها في السكر إنه ممكن الأطراف يقدر الله يحصل فيها باتر أو يحصل فيها غير غيرين فكل تركيزه واهتمامه على الأطراف وسيب الكلة متنشها فالسكر ممكن ما بيعملش بحصتها بياخدش الدوة بتاعها بييرعهاش فالسكر يأثر على الكلة والعكس ممكن واحد يهتم بالكلة جدا ويبقى دايما عند دكتور الكلة ومتابع وسايب دكتور الأوعية الدموية القصة برضو إن إحنا الفترات طويلة ما كانش عندنا المبنى أو المكان اللي فيه المحتوى ده فيه أكتر من دكتور يعمل كونسولتو على حالة واحدة بس لإنه الحالات دي زادت الحالات اللي فيها أكتر بالمشكلة بقى داعي الكنسولتو لازم يكون موجودة بقت العالم كله دلوقتي بيذهب إلى فكرة الكنسولتو كلمة دي قديمة خالصة اللي هي كانت في السينما بتاعتنا مشهورة إنه عيان نايم في السرير وثلاث أربع دكترة منهم الدكتور اللي كان بيطلع في كل الأفلام دكتور أنا لازم أحفظ اسمه لأن ده شخصية مهمة في السينما جدا يدخلوا يعملوا كونسولتو ويطلعوا بكونكولوشن دايما كان كونسولتو في الطب برضو في السينما في الثقافة المصرية مكتوب في اللحظات الخطيرة جدا يعني طالما دكترة كده اتجمعوا ثلاث أربعة على حالة يبقى الموضوع خطير الكلام ده في الطب الحديث مش كده لأن في حالات كتير زي ما قلت لكم في أوجه عديدة للمشكلة الأوجه دي حلها بيكون بادياً فيه دوحد فيه دفرع لكن الحلول التانية زي ما قلت لكم السمنة ما هتتعالج الشعر زيت في الوش هيتعالج اتراب الدورة والمشكلة بداية هتتعالج بس إيه الحالة اللي بيحصل فيها هذه الأوجه الشريرة هذا تفكير محتاج تدقيق وفهم النهاردة حنقرب له جداً اللغز اللي أنا بقوله لكم دلوقتي زي فزورة فكروا فيها بنت عندها شعر كتير وزن كتير دورة قليل شوية اكتئاب ارتباك تفكير مش كويس بتشخر وهي نايمة القصة دي تكون ايه بعد الفاصل او بعد الكليب الجاي هنستقبل ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة لو سيد دكتور سيدة الأخلص لما يكون تمانية ماشيين واحدة منهم يجيلها سرطان سادي المشاكل الموجودة النفسية والجسدية اللي بتترطب على سرطان السادي بتلبس بروكة عشان الكيماء واللي هتاخده سرطان الرحم اللي موجود بيسيب كم امرأة ايه الاعراض بتاعته سواء كان نزيف مهبلة غير طبيعي او افرازة مهبلية او الام اثناء الجماعة الرابط المشترك بينهم كلهم انه هم ته مربوطة سواء كانت انسة او سيدة موسيقى كتير جدا من السيدات باحلاموا ان يكونوا امهات قالوا لها ده عندك تسمى محمد موسيقى ممكن يحصل انفصال للمشيمة والبيب يموت جوه حلمهنة تكونوا ام وتحرمت منهم موسيقى مشاكلنا جاية من جهلنا وحد تاني بيستغل جهلنا ودخلنا في متاهة ويفكر ان نحلولها في ايده لتالي كان الحل عندنا بس والله يكون عندنا ضمير في الرؤية وفي الرأي موسيقى اسمحوا لي ان انا اراحب بضيف العزيز طبعا اللي يعني بينورنا وبيساعدنا بحواراته وبفيديوهاته المشوقة سيد دكتور سيد الأخص سيد دكتور اي من زيك وحشني جدا وانت والله انا بدأت الحبار باللغة وسايبك مش نحكي يعني هنزود الألغاز دي اكيد يعني فيه جزء في الاول كذا السؤال دي اكيد زي ما انت اقول ده كده كتير جدا من الأمراض هي السهل الممتنى كل الناس ممكن تتكلم فيها طلبة الطب أسادزة المتخصصين بدأت السوشال ميديا البيوتات وبعضها التجارب الشخصية بقى الطب جزء أساسي من حياتنا للبنهار هو جزء أساسي ياما مريض ياما طبيب ياما أخو مريضة ياما أبن مريضة ياما أبن مريضة أخت مريضة ياما لغاية لما يجيوا الدور يمرض أو لا يمرض ولكن المرض هو جزء أساسي من حياتنا كثير جدا من الأمراض بتبدو كأنها الغاز وتبدو كأنها زي البازل زي المكعبات المتيجة تعمل شكل عشان في الآخر سيطلع شكل معين وكثير جدا من الناس ممكن يتكلموا أحيانا بوعي وأحيانا بدون وعي أحيانا بحقائق وحقائق جزء يقصب الهدف وجزء لا يصيب الهدف وهلوم مجرة في كل الأمراض مرضنا أو اللي هنتكلم عنه النهاردة هو مرض انت ربطت به الأحداث قبل كده وتكلمنا فيه مرتين قبل كده وممكن نتكلم فيه تاني وتالت ورابع لأنه بقى شغل شاغل دلوقتي تاني بالرغم من كل سنوات العمر ده وبرغم كل العلوم اللي كانت موجودة بتأكد وجود المرض ده وهو مرض تكياسات المبيضين مرض تكياسات المبيضين المرض اللي بجد يصيب كل أسرة يصيب كل أسرة بمعنى دائماً أبداً في كل البيوت بشكل أو بآخر أسرة صغيرة أسرة كبيرة فيها إصابة بشكل أو بآخر ما كناش نتخيل أنه مرتبط ببعضه كنا بنتعامل مع حدود التكياسات المبيضين أنها مرتبطة بتأخر الدورة أو مرتبطة بغزارة الشعر أو مرتبطة بمانش فيتشار يعني المرأة وكأنها سولبت منها هوياتها النسوية وأصبحت تدخل رجولية رجولية الشكل وعلى رأيي كتير جداً من كانت البنات والسيدات كانت تقولك إن أنا أنا شعر الغزيري اللي بدأ يطلع على وجهي ومحاربته المستمرة كأن فيه كل يوم محاصيل تنتج من جديد أنا أحصد المحاصيل يطلع الجديد أحصد المحاصيل يطلع الجديد كانت بتتكلم على غزارة الشعر اللي موجود بالنسبة للست الموجودة بالنسبة للست لإني هويتها الأنسوية حسب التعريفات الطبية المنضبطة أن المرأة لها فيتشر بشكل معين أنسوي ولها تصرفات بشكل معين أنسوي ولكن لما تخرج بعض الأمور عن المألوف وتظهر بعض التشوهات الموجودة في عالم المرأة بتصبها بإصابات قاتلة في جسدها وقاتلة في معنوياتها وقاتلة حتى في نفسياتها الفترة الأخيرة كنت بدون بعض الملاحظات اللي بتيجي تقال على لسان الأنسات ولسان الأهالي اللي عندهم إصابة بإصابة بتكايوسات المبيضين كانت تسلوك كما حدش ممكن يتخيله لما تبدأ تبحث بالعومك شوية لما نبعد عن الكشور المعروفة للعامة وأحيانا للخاصة وننزل لخاصة الخاصة للناس دي الأم جابة بنتينها واحدة مطلقة واحدة أنسة الأنسة عندها مشاكل غير حبوب الشباب المفرطة والسمنة التي لا يعني التي لا تقاوم وفي نفس الوقت اللي هي ما تقدرش تسيطر عليها ما بتاكلش كتير وبتزيد في الوزن وبتحاول تقلل من الأكل وبرضه ما بتستجبش الاسمنة أنها ينخفض الوزن لكن في ملاحظات تمت كتير عن البنت أكتر إن البنت الأم كانت تتبعها فتلاقي البنت أحيانا تقف أصد المراية وتحط الميك أب وهي أسرة متحفزة شوية محافزة شوية فكت تحط الميك أب خلصة بتاع مراد أخوها وبعد فترة الأم قدت تراكب بنتها تلاقيها بتلغبط وشها تاني بالميك أب وممكن أحيان تكسر المراية زاد الأمر إن الأمور بدأت تزيد عن كده إن البنت بتشكي من أمها إن بيجالها أحيانا حد بيجالها وبينتبه أنها بتشوفه بتتعامل معاه بل بالعكس أحيانا ممكن يحصل مضجعة ممكن يحصل كينه جميعا الأم قاعدت تلف ببنتها على أطباء مختلفين أطباء بطنة أطباء مختلفة مش عارفة توصل لحلول قاطعة ففي الآخر بدأت تدخل في عالم ما يطلق من استخدام الدين في علم الأطب وعلوم الشيوخ مع احترامي أكيد لكلمة اللفظ الشيخ وإجلالنا وتقدرنا لكل الشيوخ الذين هتعاملوا مع الطب مع الدين ولكن في بعض الناس زي ما بيتعاملوا تجارة مع الله في ناس بتتاجر بالله فبدأت تخش في عالم تتاجر باسم الدين بدأت تخش فيها في المغارن الغامضة دي وبدأت تفاجأ أن الراجل كان يقرأ على البنت وأحياناً يستخدم خرطوم ليدرابها به فيدرابها بالخرطوم عشان عليها واحد واحدة بيتردهم بر وأنه بيمرسوا معاها العلاقة الجنسية لما سألتها كتير فلقيت أن الموضوع منتشر في ربوع الريف وصعيد مصر إلى الآن مازال الناس بتلجأ إلى التعامل الموضوع المنتشر هو فكرة أنه يعتقدوا أن البنت اللي بتعاني من المشاكل النفسية بتعاني من المشكلة قبل ما انت قلتني الكلمة الألغاز قبل ما اختصارها كده يعني القصة اللي المنتشر أن هما بيروح يلجأوا إلى دجالين على أساس حيه واحد عندها مشكلة مش وجهة نظارها المدجال وجهة نظارها لما الطب فضة عجزة عجزة عن تفسير ما يقول بالبنت ويحتلها وأحيانا لما تروح لطبيبي ويقول لها ده مش طب الجزء ده ما فيوش طب بنتك ما بتعانيش من أي حاجة ده عندها مشكلة نفسية ولما تروح لطبيب نفسي وعندها سراع ما بين انها تود بنتها لطبيب نفسك كأنها بتدينها طول العمر انها مصابة بمرض عقلي ممكن تعاير به أو ممكن يوقف جواز اخوتها ده مجتمعنا اللي بدنا أن ننبش فيه عمكه عشان نطلع بعض الأجزاء الموجودة اللي يعنتها كمكمت ورائحها موجودة ولكن لا نتحدث عنها بشكل واعي وبعميق وبدأت البنت برضو ما بتستجبش لالاج حتى ما يطلق عليهم الدجالين دولا البنت زيها زي أختها عندهم مشاكل موجودة على الجسد من حبوب وسمنة وشعر زيت وأخ ليهم كان عنده سكر ده خلاني أشوف هل الأمراض أحيانا لا تأتي بالميريترياليزم إنها ألاقي ورم أو ألاقي قيس أو حتى تكاوسات على المبيض عشان نقدر أقول المريضة دي مصابة وإيه علاقة أن ينقلب السحر على السحر إيه علاقة أن المخ اللي بيسيطر على المبيض لما يدي له إشارات معينة ويحصل خلل في الهرمون فينقلب المبيض على المخ ويبدأ يحصل الثورة العريمة ما بين النفس والجسد ونخش في الضلام ده خلاني أفكر في قصة كانت قديمة كان نظن زمان يحكونا الحواديث قبل النوم عشان النوم أخش فيه في درجاته المتفاوتة بشكل بسيط وبشكل طول ما أنا كنت ناعم قبل النوم وهادي قبل النوم أستغرق في النوم وما أحلمش أحلام أو كوابيس أو أي حاجة فبدأت من كده فبقول لأيمن النهار ده أحكي لك الحدوتة بس قبل الحالة كان يا مكان يا سعدة إكرام وما يحلى الكلام إلا بدكر النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه زمان معلم لا حدش بيحكي دلوقتي اللي أولاده حالة كان فيه زمان معلم كان همه في قريته إن يزود الوعي عند الناس كان بيرشدهم كان عنده حكمة كان بيعلمهم إزاي يفهموا كل حاجة عن نفسهم وعن بيئتهم وإزاي يزود فيهم الصالح وإزاي يزود فيهم الأعمال والترابط بين الأسر والترابط بين البشر وبعضهم البعض وإزاي يحافظوا على بيئتهم وإزاي يعترفوا على الحيوانات اللي بيعيشوا فيها وإزاي يحافظوا ويكون عنده رحمة بحيواناته وإزاي 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 وفي يوم من الأيام جالوا في الفصل ستة مكفوف البصر فبدأوا من يكلمهم ويعلمهم نفس التعليم اللي كانت موجودة قبل كده لكل صابقيهم من أعمارهم لكن النهاردة كان هيكلمهم عن الفيل فبدأ يشرح لهم هو إيه الفيل الحيوان الضخم اللي موجود اللي ليه أشكال حجمه بشكله بآخر بس هم كانوا بنفسهم عاوزين يتعرفوا على إيه هو الفيل فكان عاوزين يروحوا بنفسهم يتحسسوا طريقهم ويعرفوا إيه هو الفيل وكل واحد بدأ يتلمس الفيل بطريقته وبإحساسه وبفكره فكل واحد بدأ يشعر مرة أن وسك الجزع إيه ده؟ ده عامل زي الول ده كأنه بالزبط حيطة واحد تاني بدأ يلمس وحس أنه كان زي التعبان مسك الزلوم وحسها كأنها تعبان واحد مسك الناب وحس أنه هو كرمح موجود إيه ده ده مدبب ومسنن ده رمح وحد جيه يمسك قدميه وبدأ يشعر أنه هو إيه ده؟ ده عمود ولا تريه؟ ده شجرة ولا ديكاو؟ وبدأ يحس بشكل مختلف حد تاني بدأ يحس الودن وحس أنها فان مروحة كبيرة موجودة أو ده أكيد البوساط السحري اللي كان يعلمونا أنه هو ده اللي بنركب عليه ونروح به دي كانت حاوداتنا حد يمسك الديل قال لك لا ده أكيد ده حبل ده روب بالزبط لما بشده وعقدة الحبل الموجودة فيه بالزبط زي الموجود والموروث واللي بعرفه وبدأ تظهر قصة البلايند من عند الأليفنت الرؤية الخاصة لكل واحد لجزء واحد من الحقيقة الوحدة دي حقيقة لما رجعوله تاني وبدأ يقول لهم هو إيه اللي حستوه فكلهم بدأ يتكلموا عن تجربتهم الشخصية أنا حسيت الحيطة لا ده فالتاني يقول له لا ده مكنتش حيطة ده كان حبل فالتالي يقول له لا الحبل ولا حيطة ده كان تعبان والتاني يقول له لا ده كان رمح فكانت الصورة اللي هم حسوها بنفسهم والحقيقة الأكبر من كل أجزاءها اللي موجودة ولو كان بالفعل كانوا حسوا ان دي زلومة لما مش عارفوه يعني ايه زلومة ولما حس الودن بتاعت الفيل وهو ما يعرفش يعني ايه الفيل أصلا فبالتأكيد ما كانش هيعرف ان دي ودن الفيل لاني بيقارن ايه بايه باللي معرفه من حيوانات أخرى أو حتى بنفسه عارف الودن شكلها ازاي أو الرجل شكلها ازاي أو الديل لبعض الحيوانات الأخرى كان شكله ازاي أحيانا بالرغم ان كنا دي لو بنقول ان دي الكرة الأرضية والكرة الأرضية في اكتشافاتها المسيرة وعلمها وكان ناس تؤمن انها موجودة كده أو لأ وتؤمن ان هل هي بيضوية أو لأ وهل بنلف حوالين نفسها أو لأ وبالرغم ان انا وانت قاعدين انت شايف جزء من الحقيقة وانا شايف جزء من الحقيقة التانية أكيد والإضاءة متسلطة هنا لو كان الشمس متسلطة هنا وشمس المعرفة متسلطة هنا هو ده الجزء المعروف أحيانا من الحقيقة لكن الجزء الخفي المعتم أكيد جدا رغم انها حقيقة وقابعة وحقيقة وحقيقية وموجودة لكن لا نراها إلى أن تلف اللفة ويجي الدور على الضوء يصيب الإضاءة على الجزء المعتم فنعرفه هو دي العلوم المختلفة في التشخصات للأمراض المختلفة أحيانا بيجي المرض لتكايسات المبيضين ولو تعاملنا مع التكايس المبيضين هو كان الفيل هو ده كان المرض والأجزاء الأخرى هي دي كسير جدا من الأمراض المتفاوتة فتعالى لو نتخيل ده ونطبقه تاني بالحدوتة اللي كان ربنا بيدرب الأمثال للناس لعلهم يتفكرون بيدرب الأمثال للناس لعلهم يستقر في وجدانهم المعرفة الحقيقية لشكل ما ربنا العظيم أراد أن يضرب الأمثال لقوم لعلهم يتفكرون لعلهم يتدبرون لعلهم يرشدون لعلهم يعقلون استخدم ربنا لعلهم بكل الآيات بالشكل ده عشان تترصب جوانا الفكرة والمعلومة في طبسطها ودي كانت الحواديد اللي كانت بترصب جوانا المعرفة والمعلومة فلو شفنا الصورة قبل من روحها ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل قبل كده بأهل الكهف أهل الكهف يعني في معنى مهم جدا ولو طلعت عليهم لو الليت منهم فرارا ولو ملقت منهم رعبا فهو مظهر العام لأهل الكهف يعني انت شايف ناس وحوش طبعا وحوش طبعا وكل وكل وكلب في النص شبه ميت فانت شايف منظر مرعب طب دي أكيد لكن المنظر المرعب ده وراه وراه حقيقة تانية حقيقة تانية فارس لا نعرف عنا شيئا إلا أن ربنا وحده وقليلا من الناس اللي يعلمون في كتابه الحكيمة بنده كلها عرفت طب بالتأكيد نبص كده بصة نرجع تاني ونشوف نظرة الفيل من ناحية الطبية من ناحية الطبية نشوف مع بعض لو اعتبرنا قد الفيل بدون أي لو سمحت ما نجريش بالصورة بس لو فيل واستخدمنا الفيل انه ده المرض لكثير من الأمراض والتخصصات مختلفة من أطباء مختلفين معصوب العينين بيحاولوا بالتشخيص أن يصلوا إلى الحقيقة فطبيب أمراض النساء طبيب أمراض المناعة طبيب أمراض الجلدية بقية الأطباء بقية الأطباء الموجودين باختلاف في دكتورة تحت كده طبعا بمشتبان هي هنا على 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 بقية الأطباء وطبيب السرطان وطبيب الأسنان وطبيب الجلدية وطبيب أمراض النفسية والعصبين الأطباء المختلفون الأطباء يتهمسون يتساءلون يظنون ويبحثون وكثير من الظن ويبحثون ومن هم من يرى الحقيقة بالكامل ومن هم من يرى جزء من الحقيقة ومن هم من يرى تداخل وتضارب ما بين الحقيقة وبعضها البعض ولكن الحقيقة دائما أكبر من جميع أجزائها الحقيقة دائما أكبر من كل الأجزاء بمعنى أن أنا وإنت متفقين على جزء من اللي بنشوفه أنه حقيقة أنه فعلا تكايسات المبيضين لها علاقة مباشرة بالضيابيتس طيبته ضيابيتس السكر ومرتبطة ارتباط بالإنسولين بزيستان مقاومة الإنسولين مقاومة الإنسولين ومرتبطة بالدسليبيدميا خلل الدهون ومرتبطة بزيادة الكوليسترول وتصالب الشرعين جزء من الميتابوليك سندرول ومرتبطة ده أكيد لو دكتور البطنة وأكيد يعني لامم الأمور بالكامل هيقرأ ده هي رابع كلمة في متلازمة الإيد رابع كلمة طبعا يعني بعد الكوليسترول والضغط والقوبيستي هي اللي بعديهم على طول وعشان كده كلمة متلازمة تكايسات المبيضين ليس مرض تكايسات المبيضين وإن كان المرض الاسم الشائع أنا عندي تكايسات مبيضين تكايسات المبيضين في حد ذاته هو ليس مرض هو شكل من موجود شكل تصويري للمبيض في وجود التكايسات البسيطة في الصنار أو في الموجات فوق الصوتين في حد ذاته ليس مرض في وجوده ليس مرض لو حتى لقينا تكايسات مبيضين ليس معناها أنها مصاحبة لكل هذه الأشكال ولكن لو ارتبطت بالارتباط الآخر لو ارتبطنا زي ماشتراني الليفينسال ودون عالمين أمريكيين في سنة 35 أول ما نتكلم عن المرض بتأصيله وبالمترابطة والمتلازمة الموجودة قالوا أنه فيه ثلاث حاجات لازم يكون موجودة يأما دورة منقطعة أنوفيوليشن ما فيش طبويد أو شكل من أشكال الأندرجين عالي الهرمون الزكورة موجود أو بشكل موجود علمي يعني عملي معملي موجود نعمل تحليل فنلاقي الهرمون عالي أو أنه نلقيه شكل الجسد موجود بإصابة زيادة هرمون تيسترون حتى لو ملاقناهوش في الدم بس شفناه على الشكل موجود شعر زايد حبوب شباب سقوط شعر الرأس الجسم في متضخم الأجاش الصوت أحيانا بدأت يحصل شوية زيادات في الجسم أو أن يبقى الجزء الثالث الاندرجينيز ماذا ما اتفقنا الانوفيوليشن اللي موجود وشكل الصناري اللي يبقى موجود معاليه تكاوسات مبادئين اتعاملت الناس بدأت تدوروا على هو المرض اللي موجود ده كان من الأصل موجود ولا المرض لما يبقى العصر موجود كل عصر ليه أمراضه ولا فيه أمراض تفضل من ملايين السنين وألاف السنين تفضل موجودة مستمرة معانا فكان البحث عن التواريخ تكاوس المبيضين والتواريخ والتواريخ اللي أصده هنا في تكاوس المبيضين والتواريخ إنه بنتكلم على تاريخ المريضة عشان نعرف من إمتى بدأت تكاوسات المبيضين وتاريخها هل الدورة من إزلت لهاش من البداية ولا الدورة تأخرت في مجيئها ولا الدورة بتجيلها قليلة ولا الدورة بتجيلها فوق 45 يوم ولا بتجيلها 8 مرات بس في السنة ولا بتجيلها مرتين في السنة هي أنا مرحلة قدي تاريخ بنسأله وبنسألها بعد كده على التغيرات اللي ممكن تكون موجودة بس هلو أنا بسألها في التاريخ ده فقط بسألها على التاريخ الأسري هل ليك إخوات بنات هل بنسأل عنده هل إخواتك عند الأكبر موجودين تكاوس مبيضين موجود عندهم أو لا ولا فيه أحكات تانية بنسأل فيها لأن فيه علاقة موجودة وأصيلة والدراسات انفاردت دلوقتي أن تكاوسات المبيضين لما تيجي تسأل أو تشوف تكاوس مبيضين عند أنسة في الغالب ليه أخوات ليهم تكاوس مبيضين ملاش أخوات بنات أخوها ممكن يكون عنده مرض سكر تابتو دابيتس وده كتير جدا موجود ولا نربط الأحداث ببعضها ملاش أخوات بقى سوبيون هي وحيدة مماتها في الغالب عندها تكاوس مبيضين معنداش ما تعرفش عن نفسها من ساعة ما تولدت لغاية لما في السن ده أو لو كانت توفت حتى ما كان الشرف أنه عندها تكاوس مبيضين تلاقي أسر بالكامل يا إما الأم عندها سكر أو طيب 2 دابيتس الأب عنده سكر طيب 2 دابيتس الأخوات سوبيون عندهم طيب 2 دابيتس العمات أو الخلات عندهم طيب 2 دابيتس الجدات عندهم طيب 2 دابيتس لما نيجي نشوف الصورة مكتملة نلاقي حاجات احنا ما كناش نعرف عشان كده التكاوس المبيضين بنسبة انتشاره اللي من 5% إلى 20% بنسبة أن كل واحدة من 10 عندها تكاوس مبيضين واضح الإشارة أو متلازم التكاوس المبيضين واضحة بشكل من السمنة المفرطة أو الستريتش ماركز الموجودة التفتحات الموجودة اللي ممكن تكون أحيانا أحد أو أول البوادر أن عندي تفتح في جلد بطني وده يؤدي أن يؤكد أن أنا كنت بدايات في تكاوسات المبيضين معروفة بالنسبة للستات اللي هي الخطوط اللي بتبقى بالتأكيد أو تقول كان في سمنة ولما زاد الجلد بدأت الأوعية الدموية تتفرغ وبدأت يبدأ الستريتش ماركز الموجود بنتكلم عن الستريتش ماركز وبنتكلم عنها أحيانا بكشرة أو بسيط أو تسطيح أو سطحية الفكر أن ده نعالجه إزاي ما فيش كريمات بنقدر نعالجها أو حاجة بالتأكيد لما تسمعي أنك أنت وانت راح بتسألي على شعر زايد أو سمنة مفرطة أو عدم نزول في الوزن أو زيادة في الوزن أن يكون هناك سبب أصيل لده أو أن أنت عندك حاجات أخرى فتفاجئي أو تسمعي أنك أنت مريض التكاؤس مبيضين بيجي لك صدمة وبتتأزمي أو أن أنت لو تأخر حملك وعرفت أنه عندك تكاؤس مبيضين وأنت طول عمرك بيتعالج الزوج أنه عنده ضعفة في الحيوانات المنوعية وتسمعي أنك أنت عندك تكاؤس مبيضين الله طبعا كنت عنده كل الدكاتري دول ما قالوا ليش لأنه عندك تكاؤس مبيضين أو الطبيب بيبص المنظور إزاي في تكاؤس المبيضين لكن الرؤية بالكامل اللي موجودة اللي موجودة حتى في الأصول كان حد يربط ما بين الأب اللي عنده شعر زايد مشعر بهرشوت فادر أنه ممكن بنته يكون عندها تكاؤس مبيضين فنعرف أن الإصابة يتيجي من الأب أو من الأم مش ليس دائما الأم لما نعرف أن الأب اللي عنده سكر طيب تهو ديابيتس بيبقى بنته عندها استعداد لتكاؤس المبيضين لابد أن نعلم ذلك لما نعرف أن الأم اللي جالها بريق كلمسة وتشنجات في الحمل ارتفاع ضغط تسمهم الحمل اللي هو ارتفاع ضغط الدم في نسبة عالية جدا أنها تورس تكاؤس المبيضين لبنتها الحمل فيها أو لو كان ابن في الغالب هيجي له متابوليك سندروم متابوليك سندروم اللي هو الضغط والكوليسترول والسمنة وتكاؤس المبيض في البنات وأمراض القلب وأمراض الكوليسترول وكلسترول وأمراض القلب فلازم نعرف لازم نعرف أن احنا مسؤولين أحياناً فكلنا بنتكلم وبنقول أحياناً أن المرض كمان عاوزين نعرف هو المرض وراسي هو المرض جيني هو المرض لو كان جيني وراسي واللي هو رانزين فاملي بيجري في الأسر بس وإيه الفرق ما بين الاتنين وهل لو كان هو كده طب ما خلاص أنا مصابة هل ممكن زا فيه تباين في رؤيته وتفاوت وعدم تجانس في صورته وعدم تجانس في البحث عنه في وجود تحاليل زايدة أو قليلة أو أحياناً طبعية ييجي مع دورة منتظمة كل 28 يوم وفي الغالب ييجي مع الدورة المقطوعة بالتأكيد هيشد انتباهي مع دورة مقطوعة بتيجي كل 6 شهور مرة أو 3 وتيجي أقل من 8 مرات في السنة ولكن هيجي مع دورة منتظمة يأتي هل ييجي أحياناً بدون صورة لتكايوسات المبيدين على الصنار يأتي عشان كده دايماً ممكن يفل التشخيصه بالرغم انه سهل جداً لكن ممكن يفل التشخيصه لما ييجي وعلمونا ان البنت اللي بدأت بيها رحلتي وبقصة وبقول انها جالها بتشوف حاجات معينة وبتشوف ده ايه تفسيره ايه تفسير ده الموجود على الحالة المزاجية وحالة النفسية وايه سببها وايه اللي بيحصل احياناً اثناء النوم واحنا عارفين ان الدرجات النوم او النوم هو اربع درجات فورستيجس مرحلة الاولانية كل حد فينا بيخش السرير بيقعد فترة الاول يقعد يفكر في موضوع ما يتفرغ على تلفزيون يقرأ جرنان يسمع ميوزيك يسمع اي حاجة يحد بيكلمه مرة واحد لغاية لما بيلاقى نفسه دخل في النوم صحي امتى عمل ايه يعرف انها درجات استيج زيرو هي مرحلة الفكر ما قابل النوم استيج وان وطو واحد واثنين هي المرحلة اللسه اللي بتبدأ يدخل فيها الانسان في السوبرفيشال سليب لسه الدرجات البسيطة في النوم استيج سري النوم العميق استيج فور بيسموها الربد اي موفمينت استيج ودي اللي بيبدأ فيها ولي بيحكيها دي اللي بيبدأ فيها المشاكل كلها دي اللي بيحصل فيها الاوبستراكتف سليب ابنية دي اللي بيحصل فيها الشخير اللي موجود دي اللي ممكن يحصل فيها المشاكل كلها لان المرحلة دي هي المرحلة اللي كمان بيحلم فيها الانسان ولو صح فيها وقلق لسبب النعاتش او داخل الطويلت يفتكر حلمه قوي هي اللي بيحصل فيها الكابوس واللي بيتردد فيها الكابوس ايه اللي بيحصل فيها الهايبو اكسوجينيشن ويقل فيها الاكسوزين هي اللي بيحصل فيها المشاكل اللي موجودة فكناش نعرف ان فيه اضطراب النوم والانسومنيا والقلق والدلوجين وان يحصل النايتميرز والكابيس لها ارتباط اصيل بتكايسات المبيضين لما تيجي تسأل كتير جدا من البنات اللي بيبقى ابني اللي هو متلازمة انقطاع النفس اثناء النوم لها علاقة بالسمنة ولها علاقة بتكايس المباشرة مباشرة احنا بنربطها بالسمنة نتيجة انه الحتة الموجودة في يعني الاروي او مصار الهواء يبقى اللسان مع التضخم الموجود فيه مع السمنة مع وجود دهون كتيرة بتقفل النفس فالانسان مرة واحدة يصحى من النوم على كرشة نفس اه لو في احنا عاوزين ان اعرض الفيديو بتاع الابستراكتي في سليب ابنيه وبنقول ان الناس ومنايمة كنا باحيانا بس نيجي نقول فيه دهما انت لما مسك انت الفن كتير فكان فيه مصرحية الدخول بالملابس الرسمية كان سعاد يونس سالة قديرة تكالم تقول له امك تخينة اوه ممتاز امك بتشخر اممتاز فاحيانا الراجل ممكن يلاقي مراته بتشخر او احيانا حد يلاقي امه بتشخر تعال نشوف بس الفيديو ده ونرجع تاني اه لا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاضطراب. عدم الراحة أثناء النوم. وطبعاً النوم اللي هو قالب النوم ينبر نهار وإرهاق. إن أنا أصحى من النوم مرهق. فكل دولة مرتبطين كلهم بتكاسم بليه. وده هنا بقى الحقيقة اللي كنا دايماً مفيش حد هيفكر يقول عشرة في المية من البنات المصابة بتكاسات ومبيضين مراهقات يعانينا من أبستراكتي في سليب أبنيا توقف التنفس أثناء النوم. لكن لما تزيد السن ويصل للأربعين فتلاتين ضعف البوبيوليشن العادي يحصل لهم أبستراكتي في سليب أبنيا. كلما تقدمت المرأة عمراً وهي مصابة بالسكر. وسمنا كلما زادة لأبستراكتي في سليب أبنيا. وكلما زادة الشخير أثناء النوم لما أتلاقي بس كل القلق أمي بتشخر وينايم أصحيها أعدلها ألآن عليها ليه بيحصل كده مش عارف أنام عندي شغل الصبح أعمل إيه أهز اللي جانبي عشان أفوقه ياخد نفس أكلمه كلمتين وكلام أحياناً نهزر على حد إنه كان بيشخر بالليل. أعتاري الأبستراكتي في سليب أبنيا أحد المقدمات إلى أمراض القلب. آه طبعاً. ده مجرد إنك تلاقي حد بيشخر أرجوكو نفهم الموضوع بعمك ونقلق وناخد الموقف بجدية. أبستراكتي في سليب أبنيا وخصوصاً عند المرأة لأن الرجل هو أكثر تعرضة لأبستراكتي في سليب أبنيا. هقولولك آه بعد الحلقة دي آه فعلاً لكن عندنا. بنسأل وبنتابع وبنعرف عشان نتعلم. نتعلم ننعلم. وطب ليه الأبستراكتي في سليب أبنيا موجودة عند التكاييسات المبيضية؟ واحد زي ما أنت قلت. السمنة. سمنة. ارتباط مباشر. السمنة واحد بتعمل دي بوزيشن للفات في الأبر سبيرات ريتاكت. في الجزء بتاع الرقبة هنا؟ جزء الرقبة يبقى في سمنة. وحاوليها سمنة بيطرف. وحاوليها. وحتى بين الربس وبعضها بيحصل إنه يتملي سمنة فالدلوع ما تتمددشي والرقة ما بتتمددشي بتاخد كل الحايز بتاعها. لأن عليها كومبريشن. عليها بغط. اتنين. بالمباشر هرمون الزكورة لما بيزيد عند المرأة. وهرمون الزكورة بيزيد عند المرأة. في الحالة دي. بس نقول دي ونرجع للنقطة دي. هرمون الزكورة اللي بيزيد عند المرأة اللي عندها تكاييس مبيضين بالمباشر بيعمل سوفتنينج للأبر ريزبيرات ريتراكت. بيخليه أكثر مرونة. إذ غال الغاداريف تبقى لينة. لما يحصل لها كولابس صعب جدا إنها تفرض نفسها مرة أخرى. عشان كده لما بيتجمع سن أكسيد الكربون ولما يبدأ يوصل بأكسوجينيشان تقل وضربات القلب تزيد يقوم الإنسان مرة واحدة بإما فزع إما كابوس إما مخنوق إما تكاييس مبيضين. يبقى ده أحد الشواهد اللي ممكن لازم نسأل عن سليب ريزم ولازم نسأل على إن بيحصل أي مشاكل موجودة أو لا. وهتلاقي لما ناس بالصدفة عندهم تكاييسات مبيضين. وهتعالج لإني دايما كنا مهمومين بعلاج الشكل بشكل شكوى وعلاجها. عندها شعر زايد. هي تشيله زايد. تعمل ليزر. تعمل واكس. شمع. إما تعمل أنواع معينة من السويت. إما تروح تعمل شيفنج بالتأثير. أو إنها تعمل كريمات تدارية. هي تاخد أدوية تقلل من هرمون الزكورة اللي موجود. ليه هرمون الزكورة زايد؟ لأن الإنسولين زايد. الإنسولين زايد من إيه؟ لأن الإنسولين بيبقى فيه أو ريزيستنت الإنسولين. الخلايا مش عارفة تحس الإنسولين. لما بتاخد الكربوهدرية وتاكلها بيطلع إنسولين بولس من موجودة من البانكريس. مش عارف ياخد الجلوكوز ويحرقه جد داخل الخلايا. فيزيد الإنسولين. لما يزيد الإنسولين هيعمل إيه؟ هيروح بالمباشر للمبيض يطلع هرمون الزكورة. هو أصلا فيه المبيض يطلع هرمون الزكورة؟ أه طبعا. هنشوف دلوقتي هرمون الزكورة ومصادره داخل جسد المرأة. ونعرف النهاردة إن المرأة بدون هرمون الزكورة لا تكون امرأة كاملة. امرأة منقوسة. وهرمون الزكورة للمرأة مهم جدا للمخ والتفكير وحالات الانسجام النفسي. مهم جدا للتكوين العضلي والعظمي ليها. مهم جدا للبون مارو وعشان ما يحصلش أنامي. مهم جدا هرمون الزكورة حتى للليبيض وحتى للرغبة الجنسية الموجودة عند المرأة. مهم جدا في كل التفعالات حتى للطبويد عشان تحمل مهم جدا يكون هرمون الزكورة. يعني أي امرأة بلا هرمون الزكورة تنعدم كل الجل الأجزاء اللي احنا هنا. هل مش هتبقى بلا منخفض عندها؟ لو انخفض هرمون الزكورة لأسباب هرمون الزكورة. لو انخفض فيها هرمون الزكورة هتلاقي عندها توتر. هتلاقي عندها عصبية. هتلاقى ان فيه بتفقد وزن هرمون الزكورة لما يزيد عند المرأة شعر الراس يسقط بشكل رجولي من مقدمة الراس لكن هرمون الزكورة لما يزيد يحصل كده ولما يقل يحصل سقوط في الشعر بالكامل هرمون الزكورة هو المسؤول عن العملية الجنسية للمرأة يعني مش هرمون الانوسة الطاغي عندك فانت امرأة كاملة لا ده هرمون الزكورة هو المسؤول عن ده النهاردة بنشد الانتباه لده يعني احيانا وانا عندي هرمون ذكورة طبعا ويفرز هرمون الذكورة في المرأة من المبيض من الغدة الكزرية ومن التحولات الطرفية الموجودة في الجلد وفي الدهون اخر جزء قبل الفاصل هرمون الذكورة هو المصدر الرئيسي لهرمون الانوسة للمرأة يعني هرمون الذكورة يتحول الى هرمون انوسة وبالتالي هو دايما هو الحصن الحصين للمرأة وفي نفس الوقت يساعدها على تبويض محتاجين هرمون ذكورة وشكتها تساعد المرأة لتقول لك وداني اقراص دهية وداني اقراص دهية هرمون ذكورة عشان يزيد لما يكون عندهم نقصف هرمون الذكورة ولكن عندما ينقلب السحر على السحر ويزيد هرمون الذكورة عن معدل الطبيعي تبدأ كل مشاكل المرأة من تكيسات المبيضين نتيجة الافراد في هرمون الذكورة ويبدأ يدخلنا في العالم الذكوري اللي احنا اتكلمنا عليه او حتى في تأخر الانجاب اذا احنا قبل الفاصل واقفين عند محطة مهمة جدا حتى فيها جزئين اعيز اكد عليهم الجزء الاول هو انه الشخير مرتبط بامراض كثيرة عضوية وفعلا ثبت علاقة الشخير اللي هو سليب امنية اللي هو متلازم التوقف النفس اثناء النوم بالضغط في علاقة وثيقة بينه وبين الضغط علاقة وثيقة بينه وبين التراب كهرابة القلب المخيف انه فيه علاقة مبيين الشخير الجامد ومتلازم التوقف النفس اثناء النوم ولا قدر الله للوفاء المفاكي معلش يا امن حتى دي ولما بيحصل في الفترة الاخيرة في الجزء الاخير من النوم في اللي هو رابد اي موفمينت حركة الاي سريعة في السريعة دي لما بيحصل هنا دي بيبقى فيه حاجة اسمها هي برشة الاول وتمر بارالسيز يعني كاين فيه شالة المؤقت في الجسم في الفترة دي عشان كاين الجسم بيحمي نفسه من السقوط من على السرير من السقوط من ارتفعاته او حاجة دي المرحلة في لازلت فيه بيبدأ يحصل ارتخاء ارتخاء دي المرحلة اللي خطر فيها لما يحصل الاوبستراكتي في سليب ابنية وبالتالي ممكن بتاخد وقت وتلاقي فيه ناس ممكن عندهم مشاكل بقى في السكر او او الضغط عالي او او امراض القلب فتوقف القلب في المرحلة دي لان بيبقى فيه اجهاد على القلب لان فيه هايب اكسوجينيشن والقلب يضرب بسرعة عشان يعوض الاكسوجيني اللي قليل اللي واصل للمخ لو الجزء ده الجسم معرفش يساعد بعضه ممكن يحصل توقف في النفس وتنتهي الحياة في اللحظة النقطة التانية بقى في المحطة او المحطة الجزء التانية من المحطة محطة هرمون الزكور ستات كتير جدا ما يعرفوش ورجالة كمان ما يعرفوش ان فيه تقارب في المستويات في النسبة المستويات الهرمون الزكورة بالرجل والمرحل اه يعني الراجل الرينج بتاعه او المستويه بتاعه من 10 ل 20 نانو جرام برسنتف ده الراجل من 10 ل 20 ست من 5 ل 15 نانو جرام برسنتف ممكن جدا تلاقي راجل طبيعي جدا عنده هرمون الزكورة 10 متجوز ست او بيحب ست عنده هرمون الزكورة 15 هي الفرع في المستقبلات المستقبل بتاع الرجل اكثر حساسية من المستقبل الست لكن هرمون الزكورة له دور مهم جدا في الست هو مسؤول عن اللي بدو ولذلك عندما اقول الست وصمة تقلل من قمتها كأنسة اقول لها انتي مليانة أنسة دي وصمة ديش تيما مليانة هرمون أنوسة تقصد اه مش أنوسة هي مليانة أنوسة هرمون أنوسة ولكن مسؤول المباشر عن انها أنسة اه فحولة المرأة الأنسوية هو هرمون الزكورة اه القدراتها الزوجية هي هرمون الزكورة الزكورة لازم نكون فاهمين بس المشكلة بقى ان هرمون الزكورة عند الست ممكن يعمل حاجة يسمى أولتر دباسوي ايه الأولتر دباسوي ده بعد الفاصل يعني ايه أولتر في عالم الهرمونات كل هرمون له مسلك تقليدي طبيعي في بعض الأحيان ياخد الهرمون مسلك غير تقليدي وغير منطقي وغير طبيعي ده بنسميه غير مصاره الهرمون الزكورة في مساره الطبيعي فل ويدي حاجة ويحساس بالمنتاليتي كويسة بقى وحاجة عقليا تبقى كويسة جدا والعظم ممتاز والرغبة الجنسية في ويا بخته الرأي اللي هيجوز ست كده لكن لو تقلبت القصة بقى اللي بيحصل بقى بعد الفاصل بعد الفاصل اهلا بكم احنا وقفنا ما تنسوش عند محطتين المحطة التانية مهمة جدا وهي هرمون الزكورة هرمون الزكورة هذا الموجود الكامل في جسد المرأة اللي ربما يعلو فيأخذ مصار غير عادي فيعمل مشاكل كبيرة للست مشاكل قد تصل الى ميول الانتحارية وده الغرابة جدا هرمون في مستوياته الطبيعية يدي المود ويدي الفرحة ويدي القوة والصلابة ويخلي ستة عندها قرار ويخلي ستة مقاتلة في سوق العمل وتنزل وتروح شغلها بمنتهى الصلابة وتتحمل الضغوط العملية وتتحمل الضغوط حواليها بمنتهى القوة و أزكى أكثر قدرة على التعبير يزيد شوية يقلب الموضوع كله الى نايتميرز كابوس تتحول الى مكتئبة تتحول الى منعزلة يبقى كل كلمة بالنسبة لها تفسيرات غير المنطقية موجودة في دماغها كلام ده خطير كده كلام ده خطير وهرمون الزكورة لأنه بيزيد في الجزء التاني لما الـ LH بيزيد عند المرأة والـ LH هو هرمون يطلع من بتويتر جلاند الغدة الماء نخمية الغدة النخمية دايما معروف ان في هرمونات بتطلع من الغدة النخمية لها تأثير مباشر على المبيض منها الـ FSH والـ LH الـ FSH وهرمون بيزود البويضات اللي تطلع وبيكبرها والـ LH وهرمون التحرير اللي يحرر البويضة ويبدأ هرمون البرجسرون يبدأ يطلع لما البويضة تتحرر هرمون الـ LH لما يبقى عالي هو الواحد استيميوليتر بالمباشر يدي أمر اللي مبيض يطلع هرمون زكور عالي عشان كده كان فيه حاجة لما نعرف الجزء ده الأول قبل ما نبص على الشاشة اللي موجودة هرمون الـ LH لما يبقى زايد عند المرأة يتقلب وده طبيعة الـ FSH للمرأة للـ LH هرمون ده 2 إلى 1 يعني معنى لو كان النسبة عند المرأة 8 الـ FSH الـ LH يبقى 2 لكن لما بيتقلب الآية الـ LH عالي ده أحد الأجزاء المعملية أو التحليل اللي بنعتمد عليها أنه في وجود تكاوسات مبيضين اللي هنتكلم عليه ببحار شديد جدا وتبسيط شديد جدا لأن الوجبة دسمة والوجبة لما دسمة تبقى أحيانا صعبة الهضم أحيانا لطيفة جدا وطعمها حل وشكلها حل ولكن ممكن معدة تهضمها ومعدة ما تهضمها وكذلك برضو المعلومة لما تكون دسمة أحيانا مخي استوعبها وأحيانا مخي عاوز تبسيطها شوية فننزع الدسم أو نخليها خالة دسم أو ننص دسم عشان تبقى سهلة في وعيها وفكرة لما الـ LH بيزيد هرمون الزكورة بيزيد واتفقنا هرمون الزكورة في المرأة فيه 3 أماكن لوجوده أو 3 أزباق واحد الخصية عند الرجل يقبلها المبيض عند المرأة 2 يتفق الـ 2 في الغدة القذرية الفوق الكلة 3 كل الخلايا الطرفية الموجودة في الجلد ولا في الدهون يبدأ ده المصنع ده يتحور فيه هرمون الزكورة في الجزء ده فنشوف كده على الشاشة هرمون الزكورة وأسميهم هرمون الزكورة مش هرمون واحد هو خمس أنواع من هرمون الزكورة بص هنشوف في المرأة نبص على الأول على حاجة اسمها دهيز ده اختصار ونبقى نقوله ونحفظهم بالتدريج دهيز دهيز بياندرسترون أو اندرسترون اللي فوق الاندرستين ديون خمسون في المية موجود من المبيض وخمسون في المبيض مية موجود في الغدة الكسرية عشان كده غدة الكسرية اللي هي الغدة فوق الكده وعشان كده لما بنعرف المستوى دي ونعرف هو بيطلع منين لو زاد قوي زي الدهية لو زاد قوي موجود في الدم فنعرف ان مصدره اسم هرمون الزكورة يبقى هنا فيه كونجينتر أدين هايب البليزيا طالعة بهي اللي بتفرز الهرمون ده نشاط خلوي في الغدة كذا يعني من نوع الهرمون الموجودين من الخمسة الموجودين نقدر نعرف الفرق ما بين هرمون الزكورة اللي زايد لانه لو هرمون الزكورة زايد مش معناه من المبيض ده جزء منه من المبيض لكن ممكن واحد يكون عندها هرمون الزكورة زايد من كذا مصدر هرمون الزكورة زايد ممكن يكون اندوجنس او اكسوجنس انها بتاخد بعض الأدوية من غير ما تشعر بتزود هرمون الزكورة عندها او انها عندها مشاكل تكاس مبيضين او الغدة القذرية فيها امراض سواء حميدية او سرطانية او عندها امراض في المبيض بتطلع في الريليزنج هرمون بتطلع هرمون زكورية وبالتالي لما نيجي نلاقي ملامح الزكورة عند المرأة بس مش تكاس مبيضين لكن ممكن ندور على الأسباب الأخرى اللي موجودة وكل واحد ليه تدليل بشكل أو بآخر نقدر نصل ونعرف مصدر هرمون الزكورة ده فين وعلى ضوء ده نقول العلاجة هيبقى ازاي زي كوشنج في الغدة القذرية معه كوشنج في الغدة القذرية نعنشاط خلاوة في الغدة القذرية بيزود هرمون الزكورة بيطلع يعني بيطلع رغم أن الكورتزون هو البطل لكن الكورتزون له أندروجيني كلايك افكت طبعا وهرمون الزكورة بيزيد شوي بس له زي الأندروجين زي الكورتزون زي هرمون الزكورة لما تبدأ هرمونات الزكورة اللي موجودة واللي احنا بنتكلم عنها بصدد الآن مش ليس على المطلق ولكن سببها مبيضي سببها تكايس مبيضين سببها مرت متلازم التكايسات مبيضين تلاقي أن فيه البنات بتبدأ يحصل لهم مشاكل ليه الأرق في النوم ليه التوتر في النوم ليه كوابيس في النوم مباشر حاجتين ده هرمون الزكورة لما يبدأ يزيد لما نشوف فيه أعراض سيكولوجية موجودة زي ممكن بيبقى فيه عدوانية وإجهاد عام واكتئاب أعراض في زيئة في جسمهم حبوب شباب وتغيرات في الصوت وزيادة في نمو الشعر وطبعا مواد دهنية بتبقى البشرة بتبقى دهنية وكمان فيه علامات زيادة نسبة السسترون فيه بالنسبة للقلب كمان تلاقي مشاكل رسم القلب مش منتظم وفيه زيادة نسبة الكورسترون وفيه إطراب في وظائف الكلة وفيه زيادة نسبة تحليل في هرمون التسترون بس قبل نكمل فيه حتة مهمة لو رجعنا للصورة على اليمين عشان الناس تفسر ما لسه هنرجع لكل حاجة احنا مش هنقول مجرد سلايدز لا أصل حتة على اليمين دي العدوانية دي لازم الناس تاخد بالها منها طبعا وبنت في الأوتوبيس أو مثلا انت في موصلة عامة أو في ستور وتلاقي ست عدوانية لا عدوانية فيها عدوانية وهي مش عارفة مثلا انت بتجيب لبس تلاقي واحدة راحت جاية بصلك واخد الجاكت بتاعي ليه فيه فيه أكيد واعف سيداليا مثلا انت بتشتريت لها وحدة دخلت قابليك وهي مش عارفة وإيه أحيانا بعض التصرفات اللي بتطلع منهم بتبقى مش عارفة احنا بنقول ايه هنا في التغيرات السيكولوجية اتعمل دراسات متفاق كتيرة جدا عشان يعرفوا هل السيكولوجية البنت أو المرأة اللي عندها تكاس مبيضين جاي بالمباشر ولا غير مباشر يعني فيه أصلا في الجينات اللي موجودة في المخ فيه مستقبلات مختلفة عن المرأة العادية اللي في سنها وفي جسمها بس ما عندهاش تكاسات مبيضين ولا انه الهرمون نفسه اللي بيطلع بيأثر تأثير مباشر على خلايا المخ فبيخلي بعض التبرين ترانسيموتور زي تكون أزيد أو أقل موجودة أو انه بيحصل بعض الحالات اللي بيبقى حصل فيها انه بسبب ان البنت أو المرأة اللي عندها تكاسات مبيضين عندها مشاكل موجودة في السمنة عمالها تربس كورسية وداري بيجسمها وبطنها عندها سريتش ماركز بالدارية من جزها أو من الحواليها عندها لون غامق موجود في البشرة نتيجة تورمون الإنسولين العالي عندها سكين تاجز فيه زواية جلدية موجودة كل شوية تطلع وتشيلها وتطلع ومش عارف السبب هل ده بسبب رفضها لشكلها أحيانا انت ما تعرفش اللي بيحصل بينها وبالنفسها في قضتها يا ما مراياتك قسرت ويا ما هدوم اتقطعت ويا ما المقصات ضربت في هدوم ويا ما انها رفضة وعزلة هدوم جزء هدوم هي وهي بنت المكالم في المراحقة وهي بنت السكات ان المقصة تضرب في الثاني الزوج دي ازاي العلاقة ممكن تتوتر ما بين زوجين وزاي ان فعلا شر البلاي ما يضحك ازاي كان في زوجين او بقى في احيانا كان راجل متجاوز راجل احيانا هو يشعر بكده ودي المرأة اللي احيانا رفضة الكلمة دي بتوجعها لما هي واحيانا بيتقالها الكلام ده عشان كده هي في محنة شديدة جدا 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 ده بيوترها ده بيخليها رفضة الحياة ده بي رفضة نظرة الشفقة من المجتمع عليها ده مش عارفة تخرج من الموضوع ده ازاي عايشة في كدبة كبيرة انها عملة تداري في نفسها تداري في وشها تداري انها تتحجب ومش عايزة تتحجب تتنقب ومش عايزة تتنقب ولكن هو دور هي اللي عايشها لوحدها عشان تقدر طول ما هي مخفية عن الاخر مرحومة شوية من الترهاية او من الصخرية ولكن لما بتواجه المجتمع احيانا بقى تواجه ترفض تبقى عدوانية من غير ما تشعر رد الفعل بقى سابق الفعل عالاساس اننا بقى حمي نفسي من اي اسقطات علي موجودة دي حاجة زي ما بكلمك بقى في الاخر بتبقى شايفة انت تسرق كل انستها رغما عنها ومش عارفة تعمل حاجة عندنا نموذج لبنت من كتر بقى ما وصل بها الامر انها مش عارفة تنزل في ازناها وعملت حارب شعرها اللي بيسقط وشعر والشعر اللي بيزيد هسيب نفسي كده هواجه المجتمع كده اقدر احل او لأ في مجتمع ممكن يقبل ده في مجتمع الناس المجتمع الغرب هو بيحاول يكون اكثر انسانية ورغم ان عندوهم الترياء على بعض جديدة جدا والسخرية والعنصرية جديدة جدا ولكن والتنمر موجود في كل حاجة ولكن والشزوز يقبل الشزوز ولانه مش عارف يعمل حاجة فحاوزك يكون فيه رؤية عامة لكل حاجة الشزوز في الفكر الشزوز في التصرفات الشزوز في المعاملات الشزوز في الجنس وبالتالي حاوزك تقبل ده كأن دي العولمة تكون كده بس تعال نشوف نموذج هنرجع له يعني مش بس ضد الأديان يعني أنا أرى انه ده ضد الفطرة الإنسانية تماما وده يعني للأسف نهايته رهيبة إنه أنا عندي عندي قاعدة يعني أساسية إنه التعاطف مع الشزوز بكل أشكاله ده نهايته وخيمة جدا متأكيد عاوزين نقول إن أحيانا لما زادت هرمونات الزكورة في أكبر دراسة معبودة في جامعة لندن للي عاوز يبحث ويشوف ويبحث تحت اسم عنوان الاسبيانيتي عند بي سي او إزاي زاد الشزوز الجنسي بين البنات وبعضهم البعض وتكايس المبيضين ده دي 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 دراسة إزاي هرمون الأندرجيني لما زاد آه في جسد المرأة وعدوا إكسيد الخمستاشر أنت قلت نانو جرام أنت قلت من من خمسة لخمستاشر خمسة لخمستاشر لما عدى الخمستاشر نانو جرام هو كان هرمون الزكورة بدأ يزيد في الدم فبدأ يعمل تغيرات في الشخصية وفي السيكولوجية وفي الميل للآخر وبدأ تزيد الميل للجنس الواحد إحنا بنقول ده عشان نعرف أن ده مرض وكانت حلوله موجودة ونقدر نتعاق نعالجه ونقدر نسيطر عليه وزي ما بيقول بعض الناس وده كونتروفيرسي في الطب يقول لك تكايس المبيدين زي اسمك لو ما اقترفش تغير اسمك مش هتعرف تغير تكايس المبيدين انت تولدت كده لون بشرتك أسمر وتكايس المبيدين موجود فمش هيتغير ده لكن نقدر نسيطر على كتير جدا من الأعراض اللي موجودة ونقدر نقر الهرمون الزكورة ونقل الهرمون الزكورة وتأثيره المباشر على البنت نفسيا وجسديا ونقدر نخش حتى لو كنا بنتأخر في الخصوبة ممكن ينجح وممكن المشاكل الموجودة المترتبة للمتابوليك ديزيز كلها تقل لو بدأنا صح بس نبدأ صح ان احنا نتعلم صح نبدأ صح ان احنا نعرف الحقيقة بالكامل ونعرف ان احنا كنا شايفين الفيل بس بأجزاء مختلفة مش شايفين الفيل بالكامل كل الصورة لازم تبقى مكتملة بس كلمة الفيل يعني المرض الفيل يعني المرض يعني التكيس المرض كمرض جلوبلي جامل بكل اجزاءه ما نبصش لحتة ونسيب حتة في المرض نفسه في المرض نفسه ما نبصش للسمنة لوحده نقولنا عايزين نخسه ونعمل عملية بس ما نبصش ليه الشعر الزيت في الكس لاني لاني نروح للدكتور جلدية طبعا لو 75% من تكيسات المبيضين هم مع الناس اللي معهم سمنة بس 25% من الناس اللي عندهم نحافة او جسمهم سليم او جسمهم البي ام ماي اهل من 25% والتانيين فوق 30% البودي ماتس انديكس لما نيجي نشوف ده لازم نعرف ان ممكن نقدر نصدر بس ايه اللي انت كنت بتقول لحكتين لما يزيد هرمون الزكورة عند المرأة ممكن نشوف مع بعض هرمون الزكورة في بعض الحالات الفردية وبعض الحالات اللي بقت عامة وتأثيرها في المجتمع دون ان نعي او ندرك ان احنا كنا ممكن نصل الى ده في يوم الايام ودون ان يبقى فيه منظمات معنية بزيادة التكاييسات المبيضين لانه بيصيب احيانا جزء في حياتنا دون ان نعلم وممكن يكون فيه بعد كده اعراض او حاجات امراض امراض مجتمعية صعبة جدا هنشوف الفيديو اهلا بكم في العالم القصة دي مهمة جدا قصة الهرشتازمة وزيادة لوازية شعر الجسم بسبب التكاييس المبايد دايما شوفنا معاناة كبيرة جدا عند البنات دي معاناة كبيرة جدا لدرجة ان هما بيوصلوا لمرحلة اللي هو القبول قبول الشيء اللي هما خايفين منه بيواجهوه بقى بشكل مباشر في العلم الطب الحكاية دي عليها كونتروفيرسا يعني عليها خلاف هن نتقبل هن نعالج برضو شيء يعني مزعج جدا ان البنت تصل لمرحلة انها تسيب شكلها كده خطير كده ده مش شكل طبعا انسوي هو شكل ده رجولي مش انسوي الجانب الاخر بقى يعني مارتينا نفرة الوفا مارتينا نفرة الوفا دي لعب التنس عالمية حسول عليها في الفترة اه في فترة اللي كان عندها ايه اللي حصل بقى خدت الوينبلدون سبع تامن مرات وربعات فجت عاملولها تحليل هرموني لقوا ان هرمون الزكورة عندها اعلى حتى من رجالة يعني اعلى من عشرين فكل اللي بلعبوا تنس في الوقت ده بنات قالت لا قالوا لا ده ما تلعبش معنا تروح تلعب مع ايه مع رجالة وعلى فكرة هي برضو من الناس اللي متهمة او بن خسين لعلاقة الاسبانيتي غريبة ده حقيقة نتكلم على الجزء الاولاني وهو تستومونيا البشر وشهادات البنات اللي عندهم مشاكل موجودة وفي مجتمع يقدر يتقبل ان حد يعرض مشكلته بشكل ملفت للانتباه لانك انا لما بحلي مشكلتي في صمت انت بش عارف ان انا عند مشكلة لما بحال اي مشكلة نفسية اقتصادية مادية مجتمعية بيئية ما انت المسؤول احيانا مش عارف ان انا بمر بالمشكلة دي لو كل حد فينا بيتخلص من النفاية بتاعت بيته بشكل خاص جدا ما حدش دريان بكده لكن لو في شد وانتباه واحيانا ان احنا نعمل كوم من القمامة عشان المسؤول يشوفها عشان يبدأ يتحرك فيحل الموضوع بشكل اعمق احيانا ده دور ايجابي محتاجين احيانا نعمله بشكل حتى لو بحب وطني اعمله بالشكل ده بشكل ايجابي عشان احرك بيه حد بره الصندوق يفكر ان احنا نتحرك ازاي لما عملت كده انا دايما بقول عارف بص بطنت رحم المواجرة مرض شرس مرض الجسد جسد كله بس واضح مبين نفسه مشكلة واضحة قلم وتأخر انجاب لو سيبته لبعض الحالات مشاكل بالجهاز المناع او السرطانات ورم او رمليفية رغم من تهدد الرحم انك تستقصله لكن الورم اللي فيه طالع لك هو في الرحم تقدر تتابعه وتقدر تستقصله ولو رجع تاني تقدر تستقصله ولكن فيه تكرار او كان حجمه اكبر او اضخم او كان فيه مشاكل صحية تقدر تعمل اشعة تدخلية تقدر تعمل هايفو تقدر تعمل حاجات كتيرة جدا ادوية تسيطر على الورم اللي فيه بس في مكانه تكايس المبيضين عامل زي بنزين وقود بنزين بدأ يسرسف في ارض فبقى موجود الفيول الوقود ده موجود بنزين يقم يسكم الانف لو رحته حسسها او يتقلب من عقب صجارة الى نار او الحراء تهدم كل حاجة ده بالزبط تكايس المبيضين الوقود اللي طالع الاستروجين اللي مستمر على طول والانسولين اللي زايد على طول والاندروجين اللي طالع على طول ما بيقفش عند مستوى معين دايما يا اما هتلاقي الاستروجين زايد على طول درب ايه ده سرطان رحم ايه ده سرطان مبيض يعني الكصة راحة فين فيما بعد على على مشاكل اللي بعد كده ايه ده ده جالها تسمم حمل ده راحت ويه بتولد ايه ده ده ضغط مرتفع وانفجار في شريان في المخ وراحت به ايه ده ده ازمة في القلب كل ده الوقود المستمر لا توقف لا بسن انجاب توقف ولا حاجة مستمر والامراض لا تسقط بالتقادم وده من الامراض التي لا تسقط بالتقادم وبالتالي حتى لو انقطعت الدورة ودخلت ما سن ما يطلق عليه سن اليأس دخل بالامراض بما كان فيه متلازمة التكيوزات في الماضي في السابق عشان كده هو خطير موجود من علاقته المباشرة بالسرطانات من علاقته المباشرة بالمتابوليك سندروم وامراض القلب وامراض الجهاز التنفسي ليه بمشاكل بالمخ زي ما اتفقنا والتغير السلوكي والعدواني والنوية مرز والكوابيس الي الناس لما يلاقي الاندرجين عالي عند بنته وكان بتشعر بتحلم ان فيه حد بيقتصبها وان فيه مشاكل نفسية والنكوابيس فيقولك عندها مس ملموسة البنات دي لما تعالجوا انت كياساتهم مبيضين وقلت هرمون الزكورة بدأوا يفوقوا وبنات زي يوم لما كان عندهم بطانة رحم مهاجرة احيانا احنا منيجي نعالج بطانة رحم المهاجرة بعد ما بنعمل مثلا اصال اكياس الدموية او اتكان البقرة اللي موجودة بندي LHRH انالوج خلاص كده ال LHRH انالوج بيوقف هرمون ال FSH وال LH وبالتالي يوقف التأثير على المبيض ففيش طبويد صح كده خفوا من ايه من الترابات اللي كان بيجيلهم في النوم خفوا والله خفوا دي دراسة كبيرة من ايه من الكوابيس اللي كان بيجيلهم خفوا من ايه من الزائر اللي كان بيجيلهم يعمل لهم اغتصاب خفوا من ايه من السلوبرتراكتي في تسليب أبنيا عارف ليه لان كل النشاط المبيض وقف ولما النشاط المبيض وقف اللي حصل هرمون الزكورة قل مفيش انتاج له هرمون الزكورة ال LH مش موجود خلاص ولما بتحسن معاهم مستوى الانسولين اللي بالمباشر معاهم مستوى الانسولين ياما غد النخمية هتطلع هرمون الزكورة هتطلع من المبيض ازاي لغير ما يكون ال LH عالي طب انت وقفت ال LH من فوق فما بتلاعش اصلا هرمون الزكورة فبتلاقي فيه تحسن تحسن رهيب احيانا انت لو مش قاري الموضوع بالكامل لو مش شايف الفيل بالكامل لو مش شايف المرض بالكامل لو مش شايف الحقيقة بالكامل هتلاقي فيه تحسن بس انت كطبيب وانت بتعالج ما كنتش مدرك هو التحسن حصل واقفة للبنت وعندها تكايز مبيضين تم الدور واقفة بس الاستروجين طالع وهرمون الزكورة طالع والكونفيرشن البريفرال ده طالع والاروموتيز اللي يحاول التسترون واقف ولكن لما لما تدي ال LHRH الموضوع كله بيقف سيطرت من المخ وبتلاقي فيه تحسن رهيب موجود وبالتالي البنات اللي كانوا موجودة اللي بيكانوا بيجي لهم زائر بقى وبيقتصبها وبيخليها تقوم تغير هدومها يا جماعة ده موجود في البيوت والله موجود كده والله موجود في المدن وفي الريف والله ممخبيين مشاكلنا بس موجودة لما بيلاقوا فرصة ان يتكلموا بيتكلموا بيقولوا وكمان ممكن حد كمان يروحوا للناس اللي بتكلم باسم العلم والدين وهم معدوم العلم والدين وبيستغلوهم بل ممكن كمان يدخلوهم في متاهة اكبر عاوز يطرط الجن الدكالين دول لهم عاوز يطرط الجن لان الجن اه قاعد في رحمها او قاعد في مبيضها وبالتالي لازم هو كمان يعمل لها علاقة عشان يطرط الجن يعني مشاكل اكبر وضعها مشاكل اكبر مش بن مش بن نقشها لازم يكون دور العلم والعلم اكبر شوية لان الناس لما ما بتصدقش الطبيب ما بتصدقش العلم ما بتصدقش المعلومة ما بتفسر لهاش هتدور بترقتها اوليه لغاية دلوقتي احنا موجودين في الكارن الواحد وعشرين هو ولسه الى الان مشاكل موجودة وتيجي تسألها وعنده تقولك ناس كتيرة ده الالفات مؤلفة ده بيجولوا من دول العربية ده الفلنين بيرحولوا ده كذا ده كذا يعني واخد شوط صوته وشهرته وماشي بالامور وساعات بقى المريضة تخف لسبب او لاخر وكذا المنجمون لو صادفوا او لو صادفوا وساعات بيأجروا ناس وغير التأجير بالتأكيد يعني ده عالم نقدر ننقشه بشكل او باخر بعمق اكتر مش بكلمة سريعة وبالتالي ده لتفسير للناس اللي ما يعرفوش لا يا جماعة فيه علوم مستقرة وفيه اسباب تكون احيانا غير اللوس العقلي البيسي اوه الرازي الامام الرازي وهو كان بيفسر في التاريخ لو نجيب السلايد ده بيكلم في التاريخ السابق احنا بنيكلم في كلمة ما بنقولها كده اسمها ملاخوليا او ميناخوليا يعني ان حصل اضطراب نفسي ميناخوليا دي كلمة طبية فقط اه هو اسمها ملاخوليا باللم بس هو بينه ميناخوليا وبالتالي حصل اضطراب نفسي هو شايفه من ايام شوف بقى سنة كام بيتكلم ان ده بسبب الشكل الزكوري اللي بقى بقى موجود للمرأة اللي حبست دورتها اللي بقى عاكر واحيانا تصاب بالجنون يعني دي شواهد ناس كانت بتقدر تدون ده ابوكرات قال ده ميموندس قال كده ابن الرازي قال كده في كل التواريخ والسابقة في الدراسات اللي اتعاملت ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد ابن سينة ابن سينة والرازي قالوا كده ابن سينة اللي قال احتباس الدم لما المرء لما الدم ما بيلاقيش طريقته الحقيقية لينزل كان هنا عبن سينة عبن سينة تسعمائة وتمانين الميلادية ومات 1037 بيقول ايه ادي مضاعفات اختناق الرحم وسيلان الرحم ده كل ده لما الدورة ما تنزلش ويعمل وراء من الرحم الصلب اللي هو تران تيومر هو طبعا الكلام بتاعه لانه ما كانش دارس هو ملقى ست مفهاش دورة مبينزلاش دورة شايف بس لما لهاش دورة فتخيل ان الدورة حبست مكانش فيه ولكن كلم عنا علم حقيقي قال اهو مضاعفات مصري اختلاق الرحم هستيريا بحصل لها هستيريا وقال سيلان الرحم لكوريا ما فيش ماية بس نازلة وورم الرحم الصلب والعكر وورم الججر اللي هو الهيباتايتس واستسك الاستايتس وقال ان فيسرا الانفليميشن قال ملاخوليا اداء عقلي هنا لقى الناس دولة ممكن اداء عقلي شوف الكلام من امتى متوسق شوف علاقات تكاييسات المبيضين والتواريخ منها التواريخ العلوم القديمة الناس كانت وصلة ازاي وبتتكلم ازاي في القديمة تعال نشوف في العصر الحديث وانت بتتكلم على مارتينا نفرتلوفا ودي احد اساطير 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 تنس موجودة لعبت مع جيمي كونرز وغلبته في مبارسة اعراضية جيمي كونرز كان بطل ومبلدون لعبت مع هي بطل ومبلدون وامريكا المفتوحة للتنس وكل بطلات الجراند سلام كانت بتاخدها بتجمع ده العصر الزهب الزهب التنس بشكل غير طبيعي كانت غلبت ناس كتيرة جدا من الناس العباقرة اللي موجودة جاي جيمي كونرز وغلبت أو غلبت في الوقت ده اعتقد يعني غلبت ناس كتير رجال والرياضة الموجودة اللي دخلت فيها عالم المرأة ودخلت في كل لعبة معجون بكرور وطلعوا تعالى لا انا احكيه لك بس لما بدأت المرأة تدخل في عالم الرياضة بكل أبعادها حتى دخلت في في كمال الأبدان أو كمال الأجسام أو الأجسام أو الأبدان ودخلت في المصارعة ودخلت في المارسون وسبق الدرجات والتتابع والباسب العالي والزانة والجنباز ورمح الريح والرمح والسبحات والسبق العداءات الكبيرة بدأ زي ما انت بتقول بعض النجمات ايه ده اسمهم علي قوي زي مارتينا نفرتلوف وزي الناس من جنوب أفريقيا وزي من الهند وفازوا بالمداليات ذهبائية وبعد كده كانوا بيبحثوا عنهم على المنشطات اللي ممكن تكون موجودة أحيانا بعد ما بيكسب أو أحيانا في الدوار التمهيدية ياخدوا عينة عشوائية لبعض اللاعبات ولو وجدوا ان في مشكلة ما بيبعدوها زي دي كاستر سيمينيا دي كانت من جنوب أفريق وهنتكلم عنها بعض اللاعبات دولة بعد ما فازوا وخدوا المداليات وهم بيدوروا عن المنشطات اللي موجودة لقوا هرمون الزكورة عالي عندهم هرمون الزكورة أعلى من المعدل الطبيعي لـ 15 نانو جرام ويصل العشين فيما فوق فبسحبوا منهم المداليات بعض الناس اللي منهم انتحروا لما منعوهم من اللاعب مرة تانية أو ان قالوا لهم يعملوا عمليات كاستريشن يعني يشيلوا المبيض اللي بتاله هرمون الزكورة أو ياخدوا هرمون أنسوية موجودة ودي كانت برتيمة دي عدقة هندية كانت واخد أسرع واحدة في الهند وسنة 18 فازت بالفضية في بطولة أسهل ناشئين وبعد كده خدوا منها المدالية وعرفوها بالتليفون إنها مش هتخش المرة تانية فانتحرت تعال نشوف قصتها اللي موجودة وعدد نقول عالم رهيب من المرأة عالم رهيب حتى ما نعرفش عنه حاجة وبدأت تطلع منظمات تقول إذا كانت تحارب المرأة أو تعاقبها على إن هرمون الزكورة العالي جواها بالرغم إنها ما خدتش حاجة أكسوجينس ما خدتش أي حاجة تزود هرمون الزكورة ده طبيعة جسم يبقى بالتالي تمنع لعب السلة الأطوال من إنهم يلعبوا سلة أعلى من أطوالهم يعني لما أنت هتحاسب دي زي مثلا دي لعبة سلة طب دي هرمون الزكورة عندها طبيعي ولكن الجروس هرمون كان عالي طب دي توقف عن اللعب زيها كتير سراع موجود في مجتمع أحيانا ألغزه كتيرا ومش عارف تعمل أحيانا نوع من الفيرنس العدل المساواة بتحارب حد أو بتحاسبه على هرمون الزكورة زايد عنده هو ما كانش يعرف عن إن هو زايد هي ما كانتش يعرف إنها عدقة وتكاييسات مبيدين موجودة أو هرمون الزكورة عندها من كونجينتر إيديا هايبر بليزيا أو اللي هو لو تتسكر دي حاجة تانية اللي أقصد طلع منهم ناس كده ما كانوش يعرفوا حاجة عن نفسهم لأن بالتأكيد مع الرياضة أنت بتقول إيه تقدر تسايد على هرمون الزكورة بالرياضة وبالأكل الصحية دولها بالرياضة وبالأكل الصحية بس هرمون الزكورة عندهم يا أدرين وجينتل صندروم اللي حضر رأيك دي أدرين وجينتل صندروم آه لكن هي التستيكولر فيمينازيشن صندروم أو دي حاجة تانية التستيكولر فيمينازيشن اللي هو بالعكس ده بيبقى راجل اكس واي عادي بس شكل امرأة آه كل هرمون الزكورة تحول إلى هرمون أونو دي سيمة دي سيمينة اللي هيكت من جنوب أفريكا طلعت كده إنه هي امرأة ولكن تحمل كل الكرموزومات الزكورية حبا ولكن شكلها الخارجي هي ما تعرفش شكلها امرأة و وسادي امرأة كان يقال إن مرليم الروق كده يعني من ضمن الإشعاعات اللي ظهرت بخوا إن مرليم الروق في الأساس اكس واي كرموزوم وإنه كل الحالتها تستيكولور فيمونيزيشن سليوم لا لا مرليم الروق عندها اندواتريوزيس آه الله ده من أشهر الناس اللي عندها اندواتريوزيس آه لأ امرأة وديه أونوصة هرمون أونوصة عالي جدا وفعلا ده ده هيا تستيكولور فيمونيزيشن سليوم ده هرمون أونوصة عالي جدا لا ما يا جال ده عندها مبيض ورحم وتحول إلى بطانية رحم معاجلة لا دفترة ده ده غيرة ده ده غيرة دي ده غيرة مش منك غيرة من اللي بيؤون من اللي بيؤون انا طبعا تعالا نشوف كنا تعالا نشوف مع بعض الرياضيات اللي بيؤعانوا من مشاكل هرمونية قد تستبعدهم من الرياضي فراون die zu gut sind für ihren Sport weil sie so geboren wurden است القد تستيربة استيها من مبتين من أحجاد المنزل بطانية الرحلة ده غير محاوة هذه المشاكلة كانت من بريد لأن المنزل سرعة غيرة انا قادم أحجر في أساسم عزرياء البيض هم احضر إخذ الأنقاء أنهم قد أن أعجب ده بالطبخ أحضر أحضر أراد إنه كنت مستقر مرة أمسك. إنه مرة أسعى في المعروف فهو السببن. تعليمًا في وقتًا على مدى الأراضي في التدور السادغال في محدد الأول. Wir sind eingeladen bei einer Familie, in das Haus von Yashri Gaonka. Nur ein verblichenes Foto in der Wand erinnert noch an sie. Ihr Tod ist ein großes Tabu in der Familie. Seit 18 Jahren hat die Mutter Yashri Gaonka nicht mehr öffentlich über ihre Tochter Pratima gesprochen. Ich war sehr glücklich damals. Und auch sie war glücklich, weil sie Sportlerin sein konnte. Der Sport war ihr Leben. Sie erzählte mir immer sofort, wenn sie irgendetwas gewann. Die Medaillen, die die Tochter Pratima damals mit nach Hause gebracht hat. Der Bruder hat sie alle aufbewahrt. Sie war eine der schnellsten Läuferinnen Indiens. Mit 18 hatte sie Silber bei der Asienmeisterschaft der Junioren gewonnen. Kurz danach unterzog ihr Verband sie einem Geschlechtstest. Zum ersten Mal, so denkt der Bruder, erfuhr sie, dass es Zweifel an ihrem Geschlecht gäbe. Für Pratima ein großer Schock. Für die Familie traumatisch. Eines Tages, als ich nach Hause kam, telefonierte sie mit ihrem Trainer. Und plötzlich schrie sie in den Hörer, Sir, das können Sie mir nicht antun. Sie brach zusammen und legte auf. Das war das Letzte, was sie gesagt hat. Dann rannte Pratima aus dem Haus. Sivanan Gawangkar vermutet, seine Schwester hatte panische Angst, dass ihr Geheimnis öffentlich werden könnte und sie sich rechtfertigen muss. Wir haben überall nach ihr gesucht. In den Feldern und auch sonst überall, ob sie vielleicht irgendwo sein könnte. Neben dem Feld gab es einen Brunnen. Da kam jemand auf die Idee, mit einem Bambusstock den Grund abzutasten. Und da war etwas. Es war ein wirklich tiefer Brunnen. Sie hatte sich das Leben genommen. Das haben sie uns später schonend beigebracht. Sie fehlt mir sehr. Ich glaube, wenn sie immer noch hier wäre, dann wäre mein Leben sehr anders verlaufen. Wenn man gestoßen ist, soll niemand anderem passieren. Das ist eine große Herausforderung. لأن دي قضايا عالمية موجودة مستمرة وتفضل مستمرة وبدأ هنا ينقسم الأراء موجودة ما بين اتنين نتكلم على سيدات دخلوا شهرة من عالم الأمراض أنهم الأول عداءات وكسبوا وميدليات واسمهم بزغ رفع عالم بلادهم وبعد كده تفاجأ يسحب منهم الميدليات ويعقبوهم وبعدين الناس مش فاهمة هتبدأ يفكروا أنهم واخدين منشطات وبدأ اللغة يزيد ففي ناس أكيد منافسين مبسوطين جدا أن ينسحب الميدالية يعني لما كنا هنا الميدالية الدهبية اتخذت اتسحبت منها هتروح للوقت كانت فضية والفضية تاخد دهبية والبرونزية تاخد الفضية واللي كانت الرابعة هتاخد ميدالية لكن في ناس تانية كانت زنبهم إيه فبدأت منظمات دولية تدور على الفيرنس على العدل بين البشر أنا مريض بتحسبني على مرضي أنا مش بإيدي أو بدوري لأن كمان هل كل الناس حتى لو كانت هرمون الزكورة عندها عالي فهل كل الرجال اللي عندهم هرمون الزكورة عالي هم أبطار رياضيين؟ هل كل السيدات اللي عندهم هرمون الزكورة عالي دخلوا في عالم الرياضة ونجحوا وفلحوا؟ ولا ده مجهود زايد؟ هل الرياضة العنيفة ممكن ترفع معدل الهرمون الزكورة أزد من الطبيعي جنب المرض اللي موجود؟ بدأ هنا يحصل بحوث مختلفة وجديدة قوي بأن كأن الطب هو مرأة حقيقة للمجتمع الطب ليس معناه بس في تبسيطه إن علم الأمراض وتشخصها واحد اتنين تلاتة اربعة من رس معلومات واحد اتنين تلاتة اربعة من تفسيرها وتشخصها واحد اتنين تلاتة اربعة من علاجها واحد اتنين تلاتة اربعة من بعد متابعتها أو زي إنها ترجع أو ما ترجعشي ولكن الطب هو المجتمع إحنا الطب هو الحيوية هو الدنماكية هو الفكر هو الاستنباط العبر هو الاغذ بنصية المعلومة وتطوعها لحلول مشابهة وغير مشابهة هو الاستعاب والادراج هو التعلم زي النظرية الجاش تلتية اللي بتقال ان زي الارد تعلم لما تحطي في صندوق كبير وحطوله جنجعان حطوله الموز فوق السقف فمش عارف يوصله مجعان وحطوه جعان وبالتالي ده كان فهلر في سنة 1923 عمل النظرية دي وبالتالي حط سندوقين ثلاثة قدر الارد بعد متابعة عنية متابعة متكررة يقدر يحط السنديق في بقضاء وطلع جاب الموزة وكلها فتعلم كده ان الموزة هيطلع لها بالشكل ده لما كرروا التجربة هو كان فيه سعاب واخذ بالموضوع كله ان اخد باجزاء الادوات كلها واجزاء المعرفة عشان اصل الى الحقيقة ان انا دي الحقيقة الجوة او دي حالقة التفكير قدر يوصل له لما عملوه بطريقة تانية وحطوه عصيطين الضبيب اللي بيعالج او اللي بيتابع المعلومة حطوه عصيطين في بعض زي الاريا اللي يقدر يخشه ببعض وهو ما عندوش معلومة قبل كده قدر ينجح ويحط العصيطين في بعض وقدر يوقع الموزة للمرة التانية وكأنه بيرسب جوايا من الحوادث ومن المعلومة ان التشخيص والعلاج والموضوع والمرض ويكون بالشكل ده والحالة العملية والكيس اللي كان موجوده الورم اللي كان موجود الرئدة حله بالادوات دي ولما يظهر للمرة التانية بشكل اخر اقدر اشوف طريقة اخرى ما انا فكرت ووصلت الى الحقيقة فاشوف طريقة اخرى لحل المشكلة مش لازم بنفس الادوات الصندوقين فوق بعض لكن بقتل عصيطين فبعض عشان يوصل الى الحل الى الحقيقة بالكامل الحالة المرضية الرؤية الكاملة وزي الشخص من الممكن اشخص من اكتر من ناحية ما بتجديش الحالات كلها متشابهة الحالات لما بتدخل للدكتور في الاخر الدكتور هيوصل للتشخيص زي الاخونا اللي وصل لهدفه انت لما بتوصل للتشخيص مش شرط توصله من رؤيتك للأوبستي خدت نظرك وركزت فيها سمنة مفرطة في حالات بيبقى العامل الاساسي مش جسمنة الشعر ازاي في حالات لا الشعر ولا السمنة لكن البنت بتشتكي من نوم بشكل متقطع ومشاكل في الدور لازم تاخد ادواتك عشان توصل ولازم الصورة تبقى كاملة يعني اه انت الصورة قدامك زي صورة يعني احنا دينا مثال بالقصة التعليمية اللي هي بتاعت الفيل المرض هو فيه اجزاء ومين اللي داخلك هل داخل الزلومة هل داخل بتاع العاج هل الادوة داخل الجزء اللي انت شايفه بعينك في الاول وجزء من الصور عشان كده كان كل كتير جدا من البنات او السيدات اللي وصبنا بتكايس المبيضين كانوا بيتكلموا على اصابة تكايسات المبيضين ان دايما لما راحت لطبيب واثنين وثلاثة واربعة كان يعي فقط او معني بحيطة الدورة ما بتنزلش خدي اقراص معينة تنزل الدورة تنزل الدورة طب انت بدوري على الحمل خدي الحاجات دي منشطات للحمل ما حملتيش هتخش في حقن مجهري طب حصل فشر في الحقن مجهري وتكرر الفشر في الحقن مجهري طبعا انا نشط المبيض وطلع بوايضات كتيرة جدا مع كثيرة العدد لان التكايس المبيضين لاما لا يستجيب لمناشطات او افراد في التنشيط فطلع لك 15 و 20 و 30 و 40 بوايضة بالشكل الموجود هيبر استيميليشن سندروم وعدد البوايضات الغير اللي ها نهائي ده كلاسيك صورة المبيض ده هيبر استيميليشن هيبر استيميليشن ده اه ده هيبر استيميليشن تكايس المبيضين اهو لكن التاني شبه الله اه لما بيكون موجود اه تخيل بقى لما يكون التكايس المبيضين الموجود والهايبر استيميليشن زي كده وعدد البوايضات اللي ها نهائي الموجود وبتطلع بوايضات الريدي جيناتكا ليه فيها مشكلة عشان كده فرصة الحاملة ممكن تكون قليلة ولما يحصل حاملة ما بيكملش ولو كامل يحصل اجهاد ولو ما حصلش اجهاد ما بقولش كده ده سور التكايسات المبيضية بيتكلم على الجزء الخافي منها ولو ما حصلش اجهاد اتولدت ولادة بمبكرة ولو ما حصلش ولادة مبكرة ممكن الام يجيلها سكة او يحصل ارتفاع في ضغط الدم وتسمم حامل او البيب اللي يتولد عنده مشكلة او ممكن اثناء يخش في الحضانة لنسبيراتور ديستريس سندروم وكل المتيورتي لانج متيورتي تبقى اقل عندهم عند الولاد اللي امهم عندها تكايس مبيضين عن غيرهم ولما يجبروا شوية في سن مبكر ممكن يجيلهم يبدأ يجيلهم سكر او زي ما اتفقنا علاقة لما تيجي تعمل بحص بين الامراض النفسية عند البنات وامهم اللي عندهم تكايسات مبيضين او الامراض زي السرع السرع الإبليبسي البنات اللي ممكن يكون عندهم إبليبسي وأمهم كان عندها تكايس مبيدين أو سكر أو الأوتزم التوحد للولاد اللي تولدوا عندهم أمهم عندهم تكايس مبيدين قبل كده لأن أثناء تكوين الجنين اتعرض المخ اللي بتاع البيبي إلى هرمون زكورة عالي ولما اتعمل تحليل طلع فعلا أن هرمون زكورة العالي أو المخ خلايا المخ لما تتعرض لهرمون زكورة عالي يؤدي إلى مشاكل نفسية أو زي الأوتزم أو كتير جدا من الروكتانيسكي الموجودة أو الأمراض الموجودة الخلقية كتير جدا من تيجي تدور معهم تلاقي فيه تكايس مبيدين الموضوع كبير جدا برانيستورم عمل يوترين ترانسي بلانتش العالم العلامة القادير عمل زرع رحم لحلق كتير فحملت أول حلق روكتانيسكي كان نقل لها الرحم مبدورة بدور رحم نقل الرحم من أمها وحملت في الولد ولكن أثناء الحمل فوجئ بارتفاع في ضغط الدم ولدت بريماتيور عند حوالي 32 أسبوع كان تفسيره حينذاك إنها عشان عندها سنجل كيدني دايما اللي عندها مشاكل فيه كيلة واحدة عندها كيلة واحدة فشاف إن الحمل كان أعلى من الكيلة ما قدرش تستوعب كل ضغوط الحمل وكل الدهال فارتفع الضغط ولكن طلع في الأصل إن البنت كان عندها تكايس مبيدين يعني عندها تكايس مبيدين وما عندها شرح والتالي نفس يعني حملت ولكن لأن البوايضة منها والرحم والحيام المروم من الزوج والرحم من الأم فحملت في بيبي في مواصفات تكايسات المبيدين أو في مواصفات السكر اللي ممكن يزيد أو في مواصفات يحصل لها تسمم حمله وارتفاع في ضغط الدم حينها تم التفسير إنها سينجي الكادني أحيانا التفسيرات بتتغير لما تلاقيت صورة بالكامل أحيانا كل ما فهمنا بتتغير لما لقيت صورة بالكامل مش عاوزة اختصر البنت أو المرأة اللي عندها تكايس مبيدين إنها فقط رحم ومبيدين ودورة شهرية تنتزم أو غير تنتزم الموضوع أبعد من كده الجزء المظلم من الكرة الأرضية لابد أن ينير وعشان نستنير لابد الناس يتعلم عشان تبدأ داخد بالها من تصرفات كتير جدا عشان كده لما نيجي نتكلم على التغذية وعلى قضب تكايسات المبيدين وبعض الأكلات اللي المفروض أتمنع عنها تماما البان إيه ده مش قادر أمنع فتاخدي لبن خالد دسم لبن عشان ده بيزود هرمون الزكورة فتاخدي الجوتس ميت الجوتس ميلك بتاع الماعز أو المختلف شوية عن الفول دسم بتاع الأبكار أو الجموس لما بنتكلم على الأكلات بشكل أب آخر منها الأكلات زي اللي فيها الخضروات والسيدز والفاكهة بتاخد هرمون الزكورة والإستروجين زي وتتخلص منهم لما بنتكلم على الرياضة بتحسن الميتابوليزم وبتحسن اللوصفويت وبتحسن السمنة والسمنة لما بتنزل بتحسن الإنسولين رزيستانس وبتحاول الجولوكورس كولتورا رنستست بتحسن وبالتالي كل هرمونات الزكورة بتقل ده المفروض أن أنا أعرف ده كله القصة دي عاملة زي واحد لما بيجي يعني ايه ينشئ بيت فبيحضر الأول يعمله رسمه وبعد ما يعمل الرسم بيبدأ يدور على الماتيريال زي تبدأ يعمل منها البيت الأسمنت والحديد والطوب وبشوف الانفرستراكشورز الموجود زي يعمل واصلة كهرباء وصرف صحي ومؤسير مية وزي هيبدأ يعمل هيكل البيت بالكامل والأرض تبدأ تكون موجودة تقدر تتحمل البيت ده أو لا أنا شايف أن الرسمة الأولانية دي ده جينات بعد ما بترسم البيت ده بالتايم لابس نكمل أعمدة طوب وولز أسقف هيكتمل البيت ده جيناتك ده الخطوات اللي هتم فيها بناء الجسد قبل ما نتولد ده جينات اللي مسؤولة عن كل الستراكشورز الموجودة في جسمنا ده جينات اللي مسؤولة عن نون العين ومستوى الهرمون والإنزيمات المطلوبة لكل التفاعلات اللي في الجسم المطلوبة في كل تفاعل أو معامل كيميائي في الجسم الصغير أو كبير ده الغدريف هتشغل إزاي؟ هنهضم الأكل إزاي؟ هنبص إزاي؟ هنشوف إزاي؟ هنسمع إزاي؟ كل ده جيناتك من ملايين السنين والجيناتك واحد من ملايين السنين وبناء الجيناتك موجود واحد ولكن في الآخر خالص لما بيكتمل البيت وما يكتمل المنزل ويكتمل البناء ايه العوامل الخارجية اللي موجودة من البيئة الحواليه اللي تقول البيت ده يقدر يستمر أو لا أو يحصل له مشكلة من عدمه أو لا هو ده الإيبيجيناتك هو ده الإيبيجيناتك اللي يقول إن فيه جين يطلع أو ما يطلعش هو ده اللي بيخلي المرض يزهر أو ما يزهرش هو ده المعامل البيئي اللي موجود اللي في الآخر خالص لبعض الناس لاختين موجودين توقم أو اختين مش توقم أو أخ واخت أو أم واختها اللي بيخلي بعض الناس عندهم تكيس وما بدين يزهر بأعراضه والتانية ما زهرش بأعراضه اللي يخلي الشعر يزهر عند ديرة من عندها تكيس والتانية عندها تكيس بس ما زهرش بكده اللي خلى الضغط يزيد هنا والضغط ما زيدش هنا هو ده اللي بيجيناتك وعلاقته بمشكلة ظهور الأمراض يبقى بالتالي لازم نشوف الموضوع بالكامل من أبعاده المختلفة سواء كان وراسي بيئي مجتمعي سواء كان كل الأمراض ببعضها هكذا ترى الأمور وهكذا نصل إلى حل جزري لعلاج أي مشكلة مرضية أو غير مرضية أعطي الله مورتيني نارده وأسعدتيني وأنا بختم عايز أقول حاجة مهمة جدا جدا خلي بالكم إن إحنا في مجتمعاتنا الريفية وفي مش بس عندنا في كل حتة في العالم في كل حتة في العالم عندنا إيمان وميول ناحية الحاجات البرانورمال اللي هي الخوارق وسهل بنصدقها وهي أتراكتف هي جزابة جدا واتباليا إنه كل ما العلم بيتقدم إنه بيطلع إنه كل شكاوي وكل الحكايات الأسطورية الخرافية لحب نسمحها لها بيزك علم فمثلا في الريف هنا وبره عندنا فكرة إن البنت ممكن تكون فيه ملتبسة أو ملبوسة بجن فيه مس وقوائل آخرين ثم ينظر بعد كده في الطب أشياء كتيرة تبين إنه ده له بيزك علمي أساس ما فيش لجن لابس ولا نيلة هي القصة كلها إنه فيه حاجة اسمها مالطبول برسوناليتي ستس أوردرس أو برسوناليتي سندرون اللي هو تعدد الشخصية تعدد الشخصية يخلي البنت عندها صوت أحيانا أجاشي جدا وشخص تاني خالص لأنها نوع حاجة شبه لسكيزوفرينيا البي سي أو وارتباطه أيضا بتغيرات معينة في المنتاليتي في العقلية وإحساس الست من وقت للتاني إنها أو البنت إنها ممكن يكون أحلامها مزعجة لها طبيعة معينة في الحلم نتيجة يرتفعوا الهرمون مع النوم كمان الهرمون ممكن يوصل إلى أقصى درجاته فيعمل هلاوث شبه هلاوث اللي هي بوعد سيكسوليجي اللي أنا عايز أقوله بقى في الآخر جزء ده مهم أوه إنه بره بدأوا يتنبهوا للكلام ده فبدأوا أعملوا دراما أعملوا سينما من شأنها التوعية إنها تصحي الناس إلى أنواع مختلفة جدا من الحالات المرضية اللي كانت بتفاصل بإنها عفريت عفريت فعملوا أفلام زي سبليت مثلا بيحكي بريد والفاير آه بالضبط المالطيبول برسوناليتي وجابه وتكلفة بتاعته عالية جدا صحيح ماذا هناك بلا شك يعني يعني عاوز تقول إن المفروض تضافر التضافر مفروض الفن اللي يقدم خدمته يقدم خدمته ويرفع بمستوى فكر الناس طبعا والعلوم الطبية والدراما الإنسانية مليانة بألاف القصص غير كل التصطيح وكل تصدير المجتمع المصري بالشكل اللي فيه كبح ده أنا عايز أقول عاوزين نزود آه نزود الاهتمام ده تقصد بالتبصير والتوعية اللي مفروض تكون فيها الفن رسالة أنا كنت فيه ندوة لمنتدى الصفوة كان مع زميلي وصديقي العزيز أخويا الغالي يعني الأستاذ الدكتور أيمن عطل اللي هو المحامي الشهير و يعني صاحب الأفوكاتو عندنا فكون الحوار كان واخد جزء مهم جدا في هذا الملتقى المهم جدا حول دور السينما الحقيقي والدراما الحقيقي المرتبط سواب الطب أو القانون الاثنين إنه يبقى فيه رسائل موجودة في الدراما الرسائل دي يكون تحت إشراف لجنة متخصصة موجودة عندها قدرة إبداع طبعا كتاب الدراما نفسه لازم يكون عندهم قراءات ما كانش عندهم قراءات يكون عندهم اتصال وصيق بلجان طبية اللهم المشاكل الطبية المشاكل الطبية دي وزيعة المشاكل القانونية وزيعة غير المشاكل الطبية والمشاكل القانونية المشاكل الأسرية الاجتماعية وزي المشاكل الخاصة عشان مشاكل دي تناقش يا أيمان زي ما شفت النهاردة لازم يكون الجزء المظلم ينير عشان في الآخر خالص لما يحصل الطرح لازم تزود ركعة الوعية عند الناس لأن مش كل الناس كمان هتقدر تروح سينما أو عاوزة تتفرج على سينما فيه كتير جدا من الناس ولكن فيه كتير جدا من الناس بيتابع برنامج جد وهادف زي برنامج الدكتور عايز هيصل هيصل ده إلى العمق الحقيقي لأنه هم بيجد ضلتهم فيه أنه هم بيتابعوا بعض الناس اللي مصدقينهم واللي حاسين أنه هم مهتمين بقضاياهم وبالتأكيد بيبقى تأثيرهم أحيانا أعلى من وعث جامع أو أعلى من حد بيكلم أنه ينتخده أنت بتبصرله وبتفسرله اللي كان غايب عن ذهنه واللي ما كانش يلاقي حلول عنده ولحد قاله قبل كده وبتالي سرعة بتكتمل عنده وده الهدف من الحلات أو الحلقات اللي زي كده لزيادة الوعي عند الناس ودي تيك هم ميسج طبعا الدراما ينبغي أن ته أنا نفسي فيلمي يتعامل يكون البطل فيه هو البي سي او نفسي فيلمي يتعامل يكون البطل فيه الاسكيزوفرين يعني الناس اللي تقدر تقدم العمق الحقيقي للأمراض وتأثيرها النفسي دول لازم يكونوا موجودين على الساحة ولازم أفكارهم تبان احنا شبعنا من الدراما المسطحة الدراما السطحية الدراما اللي مفيش فيها حلول ولا مشاكل حقيقية خطيرة مش المشاكل بس ان فلان سمير بيحب سميرة واحمد بيحب مونة ما خلاص احنا تعبنا من كتر ما احمد حب مونة واختلفوا مع بعض والخناء اللي في الشارع والمشاكل اللي حصلت بس هالك أنا بأس وقال النهاردة انت طلعت ايه بالحلقة النهاردة النهاردة احنا طلعنا بجزء مهم في الحق ناحية المرادية على مستوى الطبي وعلى مستوى العائلي انه كتير جدا ده لا لا لحس ان انت مهمون به كتير جدا من الجزء العلمي الطبي يعني المجتمع الطبي بيبوصوا لبقعة معينة لجزء معين ومعندهمش الصورة اللي فيها التجميع المشكلة بتاع تجميع المشكلة وكررتنا حكاية الفيل اكتر من مرة ده على مستوى انا فرائي كمان على مستوى العائلة بس انا هقولك على مستوى العائلة بقى انا كمنا بلاحظ انا كالدكتور ان بيجيلي العائلة كل عائلة في حتة ال-BCO ليها مشكلة معينة فيها على فكرة ما بتجيش بالمشكلة كلها يعني بيجيلي اربع خمس انواع من العائلات عائلة مشكلتها الاساسية الشعر شعر الدقن شعر الوش عائلة تانية مشكلتها جايبة البنت اساسا عشان الابستي لها منهم شعر ولا منهم اي حاج البنت تخين الجوز اخافي اه البنت تخين الجوز اخافي جايبة ثالثة جايباها تقول لي لا الدورة مخطعة والبيت هتتخطب لكن لا مفيش حد كان شايف الصورة والعمق والابعاد على بعضها وده كان الصورة الاخيرة اللي هو ده صورة البوزلز لما بتجمع في الاخر الشكل الاخير لل-BCO بالامراض المختلفة شرفتنا دكتور عيم من النهاردة شرفتنا دكتور مشكل جدا انا مشكل جدا ده حل مقاون الواحد شرفتنا دكتور عيم من النهاردة كانت جمعة مباركة وحديث شايك واحنا استفادنا كتير النهاردة وان شاء الله اشوفك الجمعة الجاة على خير اشكرك يا دكتور سيد شكرين جدا اختب بقى ان شاء الله انتظرونا خليكم دايما مع الدكتور لو هتروح في اي حتة تانية زي ما قالوكم كده بالزبط